المهم الناس بتقول ان التكميم جريمة ان عمليات التخسيس جريمة عمليات نزول الوزن اللي بيدخل الجسم وبيدخل بمنظار حتى لو مش هيفتح سواء منظار فمه او منظار بطنه عفوا ويدخل عالمعده ويقص جزء منها ويربط جزء منها يغير مسارها ايا كان شرحتهم بالتفصيل كاملة بكل العمليات دي في فيديو عمليات نزول الوزن المهم فيه ناس بتقولك دي جريمة دا انت كده بتغير الخلقة اللي ربنا خلقها وبتأذي الشخص ده للعمر لو قلت لحضراتكم ان انا كطبيب وغير كتير من اطباء اللي سامعيني ويمكن حضراتكم كتير من حضراتكم يكون شاف الكلام ده بدون ما يكونش تغل في مستشفى ولا حاجة بس في حياتنا بس الطبيب يشوف الكلام ده جدا من اكتر حاجات اللي بتأذيني نفسيا ان انا اشوف وحدة غالبا بتقى واحدة لأسف وان كان في رجالة طبعا وشاف كتير عندها 40 سنة وبتموت يعني اصدق على فراش الموت بمرض كان يمكن علاجه في ظروف تانية بس بسبب وزنها زايد جدا ملعاش علاج حد لها عملية محتاج يعملها والعملية ده قد تكون تنقذ حياته احيانا بيكون استقصال ورم يعني تخيل ورم مثلا جنب عضو معين في البطن محتاج يدخل بس يتشال الورم وشخص ده ممكن يعيش لان الشخص ده زايد جدا في الوزن فاحنا مهواش سيف مهواش امن له لتخدير تخدير الكل جنال الانستيزيا ما نقدرش نعملها له لانها مش امان له ليه لان فيه وزن معين الانسان يا جماعة الزايد في الوزن الكبير قوي الضخم ده الانسان يعني حجم جسمه كبير ده ده انسان ضعيف ضعيف جدا منعته ضعيفة وصحته ضعيفة وقلبه ضعيف قلبه جهازه الكارديو فاسكولر سيستم او الجهاز القلبي الوعائي ده بيحارب قصاد مثلا 170 كيلو ولا 160 كيلو القلب ده تدخله تخدير عشان تعمل له عملية قلبه مك يقف ويموت فانت متقدرش تدخله تخدير ده بعض المستشفيات ما بقاش فيها حتى اشعة مقطعية كاف في ان يدخل فيها يعني انه فيزيكا ليفت جوه الماشين او يدخل جوه الجهاز انت متخيل انسان بيتحرم من فرصة في الحياة لمجرد ان وزنه زايد فلما الانسان ده نقول له تعالى نديك حقا تخسيس او نقول له نعمل لك عملية تخسيس تكميم معدة او غيره وتنقذ حياته بفضل الله هل دي تبقى جريمة ولا الجريمة ان واحد مجرم يطلع يقول له ان عملية التكميم جريمة ويخوفه يعاني منها اللي كانت هتنقذ حياته بدل ما يموت عنده 40 سنة كان حقيش عنده 70 سنة وبنشوف قصص يا جماعة انا كطبيب كلا من اكتر الحاجات وزملائنا كلهم عارفين الكلام ده اللي شغالين في القلب وفي الكلا وفي اي قسم فيه زراعة رئة وغيرها من الاسباب اللي بتمنع مريض يعني كليته ببازه سواء بسبب وراسي بسبب انه اخد مسكنات كتير بسبب انه جاله مرض مناعي معين بسبب بسبب كليتين وبازه محتاج زراعة كلا حضراتكم عارفين اللي كليته بتبوز تماما يابيروح على غسيل يبدأ غسيل غسيل دمو غسيل بريتوني المهم او زراعة اللي هي افضل شيء نزراع له نحط له كلية جديدة سليمة شغالة لما يجي لنا يعني احد اهم اسباب منع عمليات الزراعة او حرمان المريض من الزراعة الى ان يتغير الوضع هو ان المريض وزنه زياد اجين مش it's not safe ان هو يعمل العملية يعني ما ينفعش ان انا غامر عشان ازراع له كلية ادخله عمليات وديره تخدير كل قلب ويقف ويموت مني ما ينفعش يبقى انسان بيتحرم منفرصة في الحياة غيره بيعيش بيها عشرين وخمسة وعشرين وثلاثين سنة وهو ما خدهاش علشان وزنه زياد نقوم نقول التكميم جريمة معيش النقطة دي انا عارف ان اطولت فيها بس هو حرام حرام هي جريمة اللي يطلع يقول ان عمليات التخصيص جريمة طب عمليات التخصيص ولا الرياضة ما هو اصل النصاب النصاب اللي بيطلع على قناة يوتيوب يقولك ان عمليات التكميم جريمة هو نصاب وعارف النصاب هو بيقدمها لك ازاي ما هو حضرتك برضو اللي بيسمع انت عائل وفاهم بس هو لازم يعرف يقنعك وبيستغل ان هو طبيب او ان هو شكله طبيب فيقولك ايه يقولك الرياضة ونزول الوزن بالاكل والرياضة ومش عارف ايه ولا نعمل عملية غاية خلقة ربنا ونقطع البطن ونعمل لا يا حبيبي هي مش كده الحياة مش بايناري مش ايذر اور مش يديا ده احنا بنحاول مع الانسان اللي وزنه زايد قبل اي حاجة رياضة وحمية رياضة وحمية رياضة وحمية رياضة وحمية رياضة وحمية الف مرة لما الانسان وكلنا مرنا وكل حضراتكم عارفين انا بتكلم اللي انا بقوله ده الكلام الحقيقي اللي بيحصل الناس بتجرب وبتنزل في الوزن وبترجع تاني واحيانا ما بيعرفش وينزل خمسة كيلو ويرجع تمانية ينزل تلاتة يرجع عشرة وينتهي الوضع ويكتائب يعني انه نزل رجع تاني في الوزن ينتهي للوضع بالانسان انه وصل وزنه لحالة احيانا حتى مش قادر يعمل رياضة وكم من الناس حضراتكم عارفينهم قاعد في الكرسي مش قادر يعمل رياضة تقول لك رجبتي مش قادر امشي عليها خشونا مش قادر تمشي عليها بسبب الوزن فقول لها لا بقى حرم علينا نعملك عملية تكمين معدى اصلاها جريمة جاه هو مش جاهل اللي بيقول كده هو نصاب وعارف النصاب والاسف ونحن بنصدقه لان هو بقى شكله طبيب ونحن بنصدقه